هي حرب استعراض للقوة إذن وزيادة الخراب خراب فوقه هذا ما نضح به كلام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وهو يتحدث عن استخدام موسكو لأسلحة متطورة في حربها التي دخلتها من أبواب النظام السوري الضيقة بإمكان روسيا تستخدم سلاحا متطورا للدفاع عن مصالحها هذا ما ذهب إليه بوتين وهو يجرب مخالب الدب الحمراء في جسد الشعب المضخن أساسا بجراح خمس سنوات من القتل والظلم قليل من التأمل في دور روسيا التخريبي في سوريا يكفي لنفهم عبارة بوتين على النحو الآتي بإمكان روسيا أن تقتل أكثر للدفاع عن مصالحها وإن تطلب ذلك إبادة شعب بأكمله على مرأة ومسمع العالم الصامت والمشاهد فقط هيومن ويتس ووتش منظمة حقوق الإنسان تؤكد أن الروس استخدموا أسلحة محرمة دوليا هي القنابل العنقودية وصواريخ المحملة بذخائر عنقودية والتي تسقطها طائراتها على أحياء المدن السورية الثائرة في وجه الأسد وأعوانه غير أن المنظمة الحقوقية فاتها أن الموت حاصل سواء بالقنابل العنقودية أو البراميل المتفجرة والصواريخ الفراغية أو أي وسيلة تسوق وتحقق غاية إسكاة الصوت الثائر الحرب في البر والبحر والجو وأقطاب العالم الكبرى تدافع عن مصالحها أو من يقف حارسا لها والشعب السوري هو من يدفع فاتورة الصراع الشعب السوري وحده وحده